السلام عليكم. اليوم اخترت لكم قراءة قصة جحى أصاب الهدف. وهي عبارة عن حوار بين جحى وزوجته. وقد اخترتها للذين يعرفون القراءة كي نقرأ معا دون أخطاء. اليوم اخترت لجحى أصاب الهدف. وهي عبارة عن جحى وزوجته. وقد اخترت لجحى أصاب الهدف. إن شاء الله. خرج جحى من بيته ليشتغل في أعمال الحفر. فلما عاد قالت له زوجته اخلع قفطانك يا جحى لأنظفه لك من الأتربة. ولما خلع جحى قفطانه أخذته زوجته وأخذت تغسله. ثم نشرته على حبل في حديقة البيت. نام جحى من تعب العمل. وفي الليل كانت الرياح شديدة. وصارت تهز الأشجار. وتفتح الأبواب. وتغلقها محدثة أصوات مزعجة. قفز جحى من فراشه مذعورا. وأيقظ زوجته. وقال. هناك لص يحاول التسلل إلى داخل البيت. أين بندقية يا زوجتي؟ قالت انتظر قليلا حتى نتأكد. قال ألا تسمعين. إنه يحاول كسر الأبواب. هيا أسريعي. وهاتي البندقية. فلما أحضرت زوجته البندقية أخذها جحى. وقال. أريد أن أراه قبل أن يراني. حتى لا يؤذيني قبل أن أوذيه أو يهرب. قالت زوجته هامسة. تحرك يا جحى في بطء حتى النافذة. ثم افتحها في هدوء. وانظر في الحديقة. فإذا رأيته. فأطلق عليه النار يا جحى. قال جحى. حسن. ولكن كوني خلفي لحمايتي. ثم تحرك جحى نحو النافذة المطلة. وفتحها في هدوء. وراح ينظر في كل اتجاه. ولما كان الظلام شديدا. لاحظ جحى جسما كبيرا وسط الظلام. يتمايل ويتحرك أمامه. فقال لزوجته هامسا. أخيرا رأيته. يا للمصيبة. إنه ضخم الجسم. قوي البنية. قالت زوجته. هيا يا جحى. أطلق عليه النار. ماذا تنتظر؟ هيا قبل أن يهرب. أخرج جحى بندقيته من النافذة. وصار يضبط نفسه. أطلق جحى الرصاص على الجسم الذي يراه وسط الظلام. ثم قال فرحا. لقد أصبته. إنه لم يتحرك. ولم يهرب. هيا نعد إلى النوم. وفي الصباح نراه. وعاد جحى وزوجته إلى الفراش. فقالت الزوجة. أم تأكد أنت أنك أصبته؟ قال أتشكين في رؤيتي؟ قالت كلا ولكن الظلام شديد. قال ستتأكدين من ذلك صباح غد إن شاء الله. وفي الصباح نهض جحى من نومه. وذهب إلى الحديقة مسرعا. وخلفه زوجته. فرأى القفطانة. وقد مزقه الرصاص. شكر جحى ربه. وحمده على رحمته. فتعجبت زوجته. ودهشت. وسألته. لما كل هذا الشكر يا جحى؟ شكرا على المتابعة والاشتراك. وإلى قصة أخرى إن شاء الله. مرسي.